عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيرث عن صدمته إزاء مقتل عشرات الفلسطينيين خلال انتظارهم لتلقي المساعدات الإنسانية في شمال غزة طالبا بإجراء تحقيق مستقل وتحديد المسؤولين عن حدوثه من جانب آخر قال مراسل الحدث في نيويورك أن واشنطن اعترضت على البيان الذي أعد في مجلس الأمن حول المجزرة في غزة محال دون صدور أي بيان في المجلس بعد الاعتراض الأمريكي مراسل الحدث أكد رفض واشنطن للبيان حتى بعد إزالة الإشارة إلى القوات الإسرائيلية وأن واشنطن اعتبرت أنه لا يوجد ما يؤكد تنفيذ القوات الإسرائيلية للهجوم